تحت رعاية سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات يشارك مئة من شباب الإمارات في مسابقة مبرمج المستقبل التي ينظمها مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ضمن فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 وتنطلق الدور الرابعة عشر من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات غدا في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة مئة من شباب وفتيات الإمارات أصحاب المهارات المتخصصة الذين يتنافسون في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية وفنية